أولى الحفلات الغنائية لمهرجان العالمين وطبعا تامر حسني بينه وبين الناس حالة من الحب الكبيرة ما شاء الله لهو بكل تأكيد بيسعى بكل حب وبكل اجتهاد انه يفضل محافظ على مكانته عند الناس فالبداية تامر حسني بداية قوية الحقيقة ومحبي تامر حسني من كل مكان في الوطن العربي موجودين ومشاركين مع الحفلة ويمكن كل الناس تفتكر الأغاني والبدايات ويعني الناس كتير من اللي موجودين ودخلين في الحفلة كنت سماعيهم بيقولوا احنا كلنا حبينا على أغاني تامر حسني فتشجيع الناس للحفلة ونطروح وتتبسط وتكون موجودة قدامه مجهود كبير معمول من الشركات المنظمة ويمكن شركة تسكرتي بتشجع الناس أكتر أنها تكون موجودة وتحتفل وتتبسط وبتحط لهم عروض خاصة بالحفلات خصمات يمكن لحد 10% على عدد معين من التذاكر لو بتحجز مثلا من 4 إلى 10 تذاكر مع بعض هتلاقي العروض دي موجودة على الويب سايت يعني الحياة أنه فيه اهتمام كبير بفعاليات مهرجان العالمين الجديدة وحالة من البهجة والسعادة علشان الناس يعني تقضي مصيف حلو واللي جاي يقضي أجازة في مصر يسافر يحكي عنها لاصحابه ويمكن حتى شعار المهرجان السنادي العالم على مين شعار الحقيقة يعني مميز ورسالته واضحة والحقيقة أنه دايما بيكون بلدنا هي مكان للريادة والثقافة والفنون بكل أنواعها ويمكن حتى قالين لحضراتكم أنه سيكون عندنا مع كل الكوكبة الموجودة من النجوم المصريين والعرب كمان موجودة عندنا الأسبوع الجاي حفلة للفنان أحمد سعد حفلة للفنان الجميل رغب علامة والفنانة الجميلة نانسي عجرم حفلة للموسيقار الكبير عمر خيرت والفنانة إليسا مجموعة من الحفلات مش عايزة أن نسى حد الفنانة الجميلة صوت مصر أنغام الحقيقة عندنا مجموعة من الحفلات يعني مميزة جدا كل الناس محتاجة أنها تروح وتتبسط وتسعد بكل الحفلات الموجودة في مهرجان العالمين وكل الناس اللي بتحاول تنقلنا الصورة هناك وبيشتغلوا علشان نشوف صورة المبهجة دي شكراً ليهم شكراً لكل إيد اشتغلت وبنت في العالمين علشان نقدر نشوف الصرح الكبير اللي احنا شايفينه النهاردة تابعوا على موقع تسكرتي كل الحفلات اللي جاية تابعوا كل العروض اللي حتكون موجودة كل الخصمات اللي تقدروا من خلال الويب سايت أنكم تحجزوا وتروحوا تحضروا الحفلات الحقيقة حالة من التنظيم الرائع للحفلة لأنه الحفل بعدد كبير زي اللي موجود فيه حفلة أمر حسني ويمكن الصورة يعني بتشرح نفسها بيبقى وراء ألاف من الناس بتشتغل على مدار أيام ما بتنمش علشان نشوف الناس دي بتدخل حفلتها تتبسط بالأغاني وتحتفل مع النجم اللي دخلها تحضر له حفلة وبتحبه وتخرج زي ما دخلت مبسوطة وسعيدة مفيش مشاكل فده بيبقى وراء مجود كبير جدا من يعني العاملين على الحفلة علشان نستستمتع بوقتها زي ما انتوا شايفين يمكن الصورة يعني فيها حلة من الفرح والسعادة كبيرة جدا ويعني المصريين دايما يحبوا يتبسطوا وإحنا يعني معروف عننا دايما أن احنا بلد الفن ولما يكون الموضوع كمان في الصيف فالصيف مرتبط بالحفلات واستقبالنا لكل النجوم من العالم ده موضوع مختلف واستقبالنا ليهم في العالمين ده يجعل العالمين حديث العالم ويمكن احنا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي تبعنا خلال الفترة اللي فاتت حديث لأهم رجال الأعمال عن العالمين وقد ايه هو نفسه يعني منبهر بمستوى الخدمات المقدمة في مدينة العالمين اللي هو مستوى عالمي يليق باسم مصر يعني الحقيقة أنه مهما اتكلمت عن مهرجان العالمين أنا نفسي جوايا حماس كبير جدا للاحداث اللي بتحصل في مهرجان العالمين وفخورة كون أنه هذا المهرجان بيحصل على شاطئ البحر المتوسط وفي مصر أنا زي ما بقول لحضراتكم يعني مدينة العالمين فيما يخص السياحة هي نقطة انطلاق كبيرة جدا لتغيير خارطة السياحة اللي هي بالنسبة لنا أكيد مهمة جدا وبنسعد جميعا لما بنشوف أعداد السياح بتزداد وده موجود بشكل كبير جدا السنادي وكل المجلات العالمية والقنوات العالمية بتتكلم عن ده وعن أعداد السياحة اللي بتزداد في مصر والنهاردة وعلى وجه التعديل حضراتكم تابعته معانا يعني من يمكن حوالي دقايق انطلاق حفل الفنان تامر حسني في أولى حفلات المهرجان ويعني حضور جماهيري حاشد وكبير جدا في مصرح الأرينا وفي انتظار النجم تامر حسني علشان يعني يستمتعه بأغنيه اللي بيحبوها وكبروا عليها واللي هو الحقيقة دايما بيكون مهتم هيقدم إيه جديد لجمهوره أعتقد أن الحفل يحمل الكثير من المفاجآت وده الحقيقة تامر حسني معودنا عليه هيكون فيه مجموعة من الفيرووركس يعني الألعاب النارية بيعملها طبعا العظيم أحمد عصام وحيكون كمان فيه استخدام الدكاء الاصطناعي في الحفلة وده اللي احنا يعني منتظرين نشوفه أعتقد أن كل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي منتظر أتشوف تامر هيقدم إيه النهاردة في أولى حفلاته الغنائية في مهرجان العالمين أتمنى لكم أجهزة سعيدة وأجواء صيفية مليانة فرحة وبهجة ولما للعيلة وقعدة حلوة مع الصحاب